الرب يبارككم ويحفظكم جميعا أخواني وخواتي الأعزاء تابعونا من منصة الزوم محدد الموعد لاحقا نلتقي معكم في إكمال مناقشات الجزء الثاني من الكتاب الرائع السحر في عقلك للمفكر وأحد الرائعين في علوم المتافيزيكس ويضة ستانلي أندرسون مع ملاحظة أن الحلقة رقم 779 كانت هي الجزء الأول من هذه المناقشات والتي وضحنا فيها أمور مهمة في تفعيل القوة الغير منظورة لتحقيق الأهداف نكمل المناقشات في هذا الجزء أيضا يقول في هذا الجزء من الكتاب عندما نكون مقتنعين تماما بأن العقل الكوني وراء كل المسببات فسوف لا نكون تحت الاضطرار للجري وراء حل تحدياتنا في العالم الخارجي الذكاء الكوني هو في سنتر كل الأحداث والأشياء وهذا الذكاء الكوني هو في مركز طبيعتك عندما تكتسب الحكمة اللازمة والتي فيها أنت تقوم بالتركيز فقط على تقوية وتوسيع ترددات وعيك فهنا أنت تكون وافقا أن العالم الخارجي سوف يكون انعكاس إلى عالمك الداخلي بمعنى أنت تكون عاملا يقصد فعالا ومسيطرا من مستوى جذر الظروف في محيطك الخارج يستمر ويقول كل الاحتمالات موجودة في كل شخص لأن كل شخص هو تعبير العقل الإلهي كل شخص يحمل الأبدية والاتحادية والجمعية يقصد الجمعية بمعنى كل الطاقة الكونية وكل شخص سيعيش بطاقة أقل إذا يعيش بعزلة أي بانفصال من هذا العقل يقصد العقل الكوني وعندما يقوم الإنسان بتوسيع القابليات الفكرية فهنا هو سيصل إلى الكمال الأصلي القوة والعيش في خبرات المعرفة الكلية تابعونا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة